طيب هنروح لكرة اليد سيدات خمسي سيدات اليد كان فيه خمس لعبات انضموا مع منتخب مصر لعبوا مطشين مع انجولا كانوا بيتلعبوا هنا في مصر واحنا ماضينا بروتوكول مع انجولا عشان نروح نلعب مطشين هنا ونلعب مطشين في انجولا منتخبنا كان خسر في المطش الودي الاول قدام انجولا بصعوبة 23-22 وخسر تاني مبالح بس الحقيقة كانت بنتيجة اكبر شوية 34-25 المطشي كانت لعبا صالت نادي سيت كلاب بشبين الكوب اللي عايز اقوله انه ما تبصش لسكور الكبير مشوار الالف ميل بيبتدي بخطوة واحد الفريق ده بقاله 11 سنة مشاركش افريقيا والاتحاد بيعدوا انجولا ما فيش مطولة بتفوتها طب مين الخماسي اللي كانوا في الفريق ورجعوا لنادي الاهلي امينة عاطف ليلى هيثم رانا راضي امينة شام اسرائل حرير اللعب هتضربوا بكرة وبعده عشان نجهز لمطش المعادل اللي هيكون يوم الاربع اللي جاي بإذن الله الساعة التاسعة فرقتنا فرقة النادي الاهلي لليات بسايدات بتصدر ترتيب الجدول برصيد 23 نقطة طيب ايه النتائج؟ طيران فوزنا عليه رايح جاي ده الدور التاني بقى المعادي زى مالك الشمس سبورتينج جزيرة والتعادل مع اسموحة المعادي مطش العودة اللي جاي اللي هيتلاقب ان شاء الله يوم الاربع اللي جاي خلاص بتهيألي انا اتصور انه هيلعبوا فترة وبعده كده هيروح يردوا الانجولا الزيارة في انجولا وده الحقيقة ده الشغل بروتوكول تيجي تلعبنا روح لعبك اكيد البروتوكولات دي بتبقى ورعا عن ايه انا بادع منتخب يجي يقعد عندي وابتكفل باقامته والمعيشة بتاعته وكل حاجة وهو بيتكفل بس تذاكر الطيران ونفس الكلام ده في العادي ايما كنا بنلعب قد يكون الوضع يتغير دلوقتي ولكن انا بقول البروتوكولات بتبقى كده لما بتروح انت انجولا بيحصل نفس الكلام الاقامة كل شيء انت بتتكفل تذاكر الطيران فبيبقى معسكر الحقيقة تكلفته مش عالية انت بتدفع هنا الاقامة بالعملة المحلية للفريق ده وانت بتروح هناك ما بتدفعش فبيبقى تكاليفه اقل شيء تذاكر الطيران وبتدفع ايضا هنا بالعملة المحلية فانت عندك ما عندكش مشكلة ما عندكش ضغط على مزاية الاتحاد من العملة الصعبة عشان المعسكرات الخارجية للمنتخبات والكلام ده كله وبتاع لا انت عندك المعسكرات بتبقى يعني انت عملت معسكر خارجي وما دفعتش يعني فهي دي البروتوكولات اللي بتتعامل وبتبقى نكحة جدا والحقيقة اتحاد كورت الياد من الاتحادات اللي نكحة جدا في السيستم ده والنظام ده لتمنى منتخب السلة تلع كاس عالم الف ملو مبروك دي حاجة تساعدنا لازم نروح يبقى دعنا كويس وهتكلم عن ده لما نيجي في اخبار السلة باذن الله